تراجع مفاجئ ظهر في تصريحات رئيس النظام السوري بشار الأسد الذي فاجأ الجميع بشأن لقاءه الذي قد يكون مرتقبا جدا بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فهل تراجع الأسد أم أنه يجهز خطة جديدة؟ أسابيع لم تهدأ تقييمات الخبراء حول شروط رئيس النظام السوري بشار الأسد للموافقة على لقاء نظيره التركي رجب طيب أردوغان وعقد مباحثات لاستعادة العلاقات بين البلدين وفجأة خرج رئيس النظام السوري بتصريحات قلبت موازين الجميع كانت التقارير الواردة من سوريا أن دمشق ستضع شرطا أساسيا للموافقة على اللقاء بين رئيس النظام السوري ونظيره التركي كانت تلك هي قناعة الجانب السوري خصوصا وأن التصريحات الصادرة منذ أعوام من المسؤولين السوريين تؤكد وتجدد التأكيد في كل مرة أن سوريا لن تقبل بوجود أي قوات تركية على أراضيها لكن الأسد خرج بتصريحات نفى فيها تماما أن تكون سوريا قد ربطت لقاءه بالرئيس التركي بالانسحاب الكامل لقوات أنقرة من الأراضي السورية الغريب أن ذلك ورد في الخطاب الرسمي للأسد أمام مجلس شعبه الأسد رأى أن الادعاءات الواردة على لسان مسؤولين أتراك بأنه يريد الانسحاب الكامل للقوات التركية من الشمال السوري غير صحيح جملة وتفصيلا الغريب أن الأسد اعترف ضمنيا بوجود هذه القوات خلال الفترة الراهنة بزعم أن الدعاءات الانسحاب بعيدة عن الواقع يبدو أن الأسد أراد بعد خمس سنوات من محاولات متبادلة للتقارب بين سوريا وتركيا تهيئة السبل أمام استعادة تلك العلاقات وذلك حينما وصف رئيس النظام السوري نوايا دمشق بأنها مطالب وليست شروطا على تركيا والأشد غرابة أن رئيس النظام السوري الذي تعامل مع الوجود التركي على أراضي بلاده عاد يقول في ذات الخطاب أمام مجلس الشعب أن سوريا لن تتنازل عن أي حق من حقوقها تحت أي ظرف حتى الآن ما زال الملف الأشد خطرا أمام السوريين في استعادة العلاقات السورية التركية هو ملف اللاجئين الذي أعلن رئيس النظام السوري أنه يريد حسمه خصوصا مع تزامني خطاب الأسد مع أزمات ترحيل اللاجئين من تركيا إلى سوريا وبقاء عدد منهم في الأراضي التركية بشكل غير قانوني بعد الفشل في الحصول على بطاقة حماية مكتوب فيها إنه مواطن سوري سيناريوهات عدة تنتظر اللاجئين السوريين بعد خطاب الأسد وخصوصا حال بدء إجراءات التقارب بينه وبين أردوغان وهي إما أن يتم وضع آلية سورية تضمن عودة آمنة لهم إلى بلادهم أو تركهم في مواجهة المجهول خصوصا في حالة التصعيد القانوني ضدهم بعد عودتهم أو اتخاذ إجراءات يخشى اللاجئون أن تكون قاسية